السلام عليكم كيف نتوم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهوات مع ايمان صليوا لنبي كيف ملعدا عن نبدو الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اشمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون كيكة الخمس ملاعق غدي نحضر معكم بطبقتين كل طبقة الاد من الاخرى وكل طبقة بسيطة وانما الطريقة دي لتحضير هالطبقة هادول اللي غدي نشارك معكم غدي يعجبكم انا اكيد كجيوح الكيكة الديدة لديدة ما تشبعوشي منا ما غدي نزيدش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير وكيف ملعدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة كنفدى بها غدي نحضر القالب او المول اللي غدي نطيف فيه الكيكة من بعد القطر ديال هادل القالب اللي غدي نستعمل هو 24 سنتيمتر دهنتوا بكمية من الزبدة كذلك رشة من الدقيق وكنتركوا جانبا غدي نبدأ بفتح دير الكيكة اللي غدي نحتاج فيها حبتين من البيض اللي يستحسن يكون بدرجة حرارة المطبخ انا في العادة هادل كيكة كنحضرها فقط ببيضة واحدة وكنت سبق لتقسمت معاكم غير والحجم ديال البيض اللي استعملت هادل مرة صغير فلذلك اطريت انني نستعمل حبتين او جوج حبات من البيض ضيفت على البيض قبصة من الملح اللي هي ضرورية لتعديل الضوق مع 5 ملاعق كبار من السكر الخشن اي سكر سندة ما يعادل 100 جرام غدي نذكر معاكم المقادير بالملعقة كيف ما قلت لكم 5 ملاعق من كل مكوين وكذلك بالميليلتر و بالجرامات هنا غدي نضيف كذلك 5 ملاعق كبار من الزيت النباتية ما يعادل 50 ميليلتر فعليش كنذكر معاكم المقادير بالميليلتر و بالجرامات لان الحجم ديال الملعقة وخاك تكون ملعقة كبيرة ديال الطعام فكيختلف الحجم ديال عفوا من ملعقة الملعقة اخرى هنا كذلك غدي نحتاج خمس ملاعق من الحليب ما يعادل 70 ميليلتر وكيف ملعقة غدي نترك لكم المقادير في صندوق الوصف سوف يكون خدم المكونات ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا فقط غرب الطراب اليدوي او تستعملوا الطراب الكهربائي فكيبقى لكم الاختيار غدي نجيب واحد المصفة اللي غدي نخلفها النواشف ديالي عندي هنا خمس ملاعق كبار من الدقيق ما يعادل 100 كرام فالملعقة كتكون عامرة كيف ما كتشاهدوا معايا عندي كذلك ثلاث ملاعق كبار من بودرة ديالككاو الخام اي الكاكاو المر ما يعادل 30 كرام فالكاكاو كان عمله غير ثلاث ملاعق او تستعملوا ذيك الكيس اللي كيتباعي اكياس ديالكاكاو تستعملوا ثلاث اكياس غدي نضيف هنا يا ملعقة صغيرة من خميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل 1-7 كرام انا الكيس ديالي الوزن دياله 15 كرام فاستعملت فقط غير النصف ديال الكيس اللي متوفر عليه فما تتضيفوش الكيميا ديال الخاميره اخواتي كتيرا يعني كل كيكا تختلف الكيميا ديال الخاميره ديال الحلويات اللي كنتستعملوا فيها فهذه الكيكا غدي تكون طبقة دياله غير رقيقة ما شغلتها بزا لذلك احترموا المقادر لانه حتى الخاميره ديال الحلويات اذا زيدنا الكمية كتر من الكمية المطلوبة فالكيكا ما كتنجحش معاكم صافي هدا والقوام ديال الكيك اللي كنحصل عليه القوام ديال الكيك العادي كنعلو يدنا الى الاعلى كتبقى مرسومه على السطح ديال الكيكا حتى كنسلي ورقم تمانية عاد كتختفي جيب دب القالب ديالي فرغت فيه الطبقة ديال الخليط ديال الكيكا وغدي ندخل كيكا ديالي الفورن اللي عندي بارد حتى كندخل كيكا ديالي في الوسط ديال الفورن عاد كنشعل الفورن في الاول من الاسفل على درجة حرارة 180 درجة غدي نتركه فقط من الاسفل غير عشر دقائق من بعد غدي نزيد نشعل النار من الاعلى نترك النار من الاسفل ونشعل النار من الاعلى ونخليها واحد عشر دقائق اخرى ونحل الفورن ديالي ونجرب الكيكا اذا كانت طيبة فنخرجها سوف تكون جاهزة اذا كانت بقى فنخليها تزيد واحد شوية حتى كالطبوس في الطبقة التي هي رقيقة بسرعة كالطبعانا بعد ما خرج الكيكا ديالي من الفورن كيف ما تشاهدوا معي خليتها غير شوية اخواتي مش بردت يعني عير شوية واحد جوش ديال دقائق من بعد خديت واحد العود خشبي او كيغضون وعملت فيها تقوب وهناي عندي حليب بارد لديفت له واحد الكيس من قهوة سريعة الدوابان تقدروا تسقيوا الكيكا ديالي لكم غير بالحليب او باي عاصير بغيتونتوما وصفيوا تسقيط الكيكا ديالي كيف ما شاهدتوا معايا كيف ما ذكرت معاكم الكيكا كتكون ساخنة الحليب كيكون بارد تركت الكيكا ديالي جانبا ونحضر معكم الطبقة التانية لدي واحد الكريمة اللي انا اكيد غادي تعشقها قد ما هي بسيطة وانما رائعة جدا غادي نحتاج فيها نصف لتر من الحليب ضفت عليه خمسين جرام من نشط دراء اي مايزينة ما يعادل ملعقتين كبيرتين يكونوا عامري مزيان ونصف كيف ما شاهدتوا معايا الاخوات لي ما عندهم شيء الميزان وضفت كذلك كيس من السكر الفانيليا اللي تقدروا تستبلها بالفانيليا السائلة او باي نكهة كتبغيونتوما سافي غادي نخلط مزيان اخواتي هاد الحليب مع دي كنا شح تكدوب دي كنا شمزيان وما كيبقوش ديك الكويرات عنا في الحليب كنتركها جانبا وغادي نجيب واحد المقلة اللي غادي نوضع فيها كأس الا ربع من السكر الخاشين اي سكر ساني دا مايو عادل 120 جرام سافي كناخود المقلة كنوضعها لنار متوسطة من الحير للاخر كنقوم بهذا الحركة يعني كنحرك بالمقلة كيفما كنتشاهدوا معايا في الأول ما كنتستعمل لاملعقة ولا حتى شي حاجة حتى كيدو بلدك السكر تقريبا تماما كيبقوا بعض الحبيبات دير السكر عاد كناخد واحد ملعقة خشبية او سبطولة وكنكمل يعني كنزيد نعاون ديك الحبيبات دير السكر باش حتى هما يدوبوا انا عندي النار متوسطة الاخوات المبتدئات او الاخوات اللي دائما كيت تحرقهم الكراميل ليلوم فاعملوا النار غير مهيلة وغير بشوية لكم اخواتي ضروري ان شاء الله غدي نجح معكم لان الطريقة ديال الكراميل كتبقى من اسهل ما يكون هنا جبت واحد ملعقة خشبية كيفما شاهدتم عيون بعد ما كيتحول للسكر كامل الكراميل ما كتبقى احتشحوا بيبادير السكر عاد كنضيف لواح الملعقة صغيرة تكون مملوئة جيدا من الزبدة ما يعادل 15 كرام صافي من اللي كتدوب الملعقة الزبدة سنضيف هنا عندي علبة من دانيت شوكولات الوزن العلبة اللي سنستعمل انا هو 125 كرام ماشي شرط اخواتي حتى انتم تقيدوا بنفس الوزن العلبة دانيت شوكولات اللي استعملت انا فستعملوا دانيت شوكولات لحسب البلد لان الفرق الوزن دانيت شوكولات فكيكون غير بسيط وصافي ماشي شيء وزن ليهو يعني شيء فرق ليهو كبير بزاف صافي في اللويل نضيف الملعقة الأولى ونقص على النار حتى تدخل لدى الملعقة الدانيت شوكولات مع الكرامي المزيان نضيف العلبة كاملة لو استمر في التحرك غير يدخلوا لجميع المكونات ما اعطيتم على هذا الشكل هذا سنجيب الإناء اللي عندي فيه نصف لترى الحليب مع الكمية 50 جرام اللي كنت حضرت في اللويل وكنت قد نترك جانبا نضيف على نار متوسطة ونضيف الخليط الكراميل اللي عندي اللي ضفت لدي العلبة دانيت شوكولات وكن استمر في التحرك يعني ما توقف على التحرك أخواتي على نار متوسطة حتى تعقدنا الكريمة دينا بالنسبة على الكريمة جلدي لدي بزاف أخواتي وعلى فكرة بالنسبة لدي العلبة دانيت شوكولات التي ضفت للكراميل تستبدلها بعلبة الفلوم كراميل ستجمز لديكم الكريمة من الكهب الكراميل بعد تعقدنا الكريمة وقد تدسع من فوقاعة كيف ما تشاهد معايا هذا هو القوام لدي كريمة ودد بزاف سنحي مباشرة فوق النار فهنا يبقى لكم الاختيار بغيتوا تستعملوا الكريمة لكم غير بحال هيدا ما تزيد لها اضافات فهي كيف ما تسمع ك تجيل ديدة او انكم تزيد لها الاضافة اللي كتبقى اختيارية كيف ما ضفت لانا 60 غرام من الشوكولاتة غير باش نعزز لك هذي الشوكولاتة والكريمة اللي تجي المدق دي باين سوف نحرك بسرعة القطع الشوكولاتة سيضب لغيف الحرارة الكريمة لانا الكريمة مباشرة نزيد لك 60 غرام الشوكولاتة ونحرك بسرعة سوف نفرغ الكريمة على الطبقة لوجه ونضخل للتلاجة لكي تتماسك وكتشب الراسة على ما نحضر معكم الطبقة التالية اللي سنحتاج فيها 140 غرام من الشوكولاتة اللي دوبت وكذلك ربع كأس من الحليب الساخن يعني 50 ملي لتر الحليب اللي صخنته وكم ذا نضيف الحليب تدريجيا أخواتي بالنسبة لكمية الحليب يبقى على حسب النوعية دي الشوكولاتة اللي غادي تستعمله فإذا استعمدت شوكولاتة بالحليب هاد 50 ملي لتر غادي تكفاكم أما إذا استعمدت شوكولاتة خام أنا استعمدت هذه النوع الشوكولاتة يكون فيها نسبة الكاكاو عالية كثر من 55% فأخذت مني 70 ملي لتر الحليب يعني ينظيف تدريجيا حتى نحصل على هذا القوام اللي تشاهد معايا يكون قوام خفيف على ضانية الشوكولاتة اللي كنعرف باش من اللي نضغي نوزعوه على طبقة الكريمة يتوزعنا بسهولة وفي نفس الوقت أخواتي لا تبقوا يضيف الحليب بزاف حتى يخفف لكم هات شوكولاتة بزاف فمن بعد ما سيبغي شي يتماسك لكم أو ينشف يعني شب راسه فأنا نضيف الحليب غير بشوية بشوية حتى حصلوا القوام الشوكولاتة اللي شاهدت بشوكولاتة ونضيف الحليب من الشوكولاتة ونضيف حليب من الشوكولاتة كريمية لا تقصح رجعت ودخلت الكيكة ثالثة من الشوكولاتة رجعت للتلاجة حتى تمسك الطبقة الثالثة حتى خرجت كيف شاهدت القلب وخضيت شوكولاتة الدهن فقط الحواف أو الحشية دهن خفيفة بشوكولاتة لتلتصق على الكيكة بشوكولاتة أو الشعرية الشوكولاتة تتصق للكيكة دهن غير طبقة الأولى الكريم والشوكولاتة فهي تلتصق على الكيكة ونضيف الشعرية وكذلك لتزيين كيكة غير بحل من الطبقة بين الكيك مع الكريمة والطبقة الأخيرة الشوكولاتة يجب الاختيار هذا هو الشكل النهائي الكيكة اليوم نتمنى يا ربي الاقتراح دي اليوم يكون أعجبكم وتجربوا هذه الكيكة أنا أكيد حتى هذه الكيكة سيتعجبكم كيف ما أعجبكم بزاف دي الكيكات اللي تقصمت معكم كيكات اللي هم بساطين أخواتين ما كانحتاجوا فيهم لا جيلاتين لا كريمة سائلة فأنا كانت عمد يعني نتقصم معكم هيدا كيكات اللي هم بساطين لأن اللي كان بغي نتقصم معكم كيكات اللي يكونوا شوية مكلفين فما بزاف دي الأخوات ما كيكي عجبوهم شي فكنتطر أنني تقصم معكم هيدا كيكات اللي كيكونوا بساطين سهلين ولكن إلدادين في نفس الوقت صافي الاقتراح ديالي والفيديو دي اليوم حتى اللي هنا يوكي كنت سلا نتمنى يا ربي يكون أعجبكم إذا عجبكم ما تنسوني شي أخواتي كيفما العذاب للايكات ديالكم تعاليق الجميلات بارتاجيوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم اللي بقى منضمش للقناة فكنقلكم مرحبا بكم وألف ألف مرحبا غادي تنوروني طبعا ندربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي إن شاء الله تهلا ولي فرسكم بزاف و سلامة